نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تكشف تدخوله في شؤون وزارة الإعلام بطريقة مباشرة ويسمع نتنياهو في التسجيلات يوبخ وزير الإعلام الإسرائيلي السابق أيوب قرى ويتدخل في قرارات وزارة الإعلام بشأن بث قناة يمينية كما ويخطط لتفكيك المؤسسات التي تحول دون تنفيذ سياسته بالإتاحة لبث الأخبار عبر قناة عشرين الإسرائيلية وتعتبر هذه التدخلات من قبل نتنياهو مخالفة لتوصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي ماند البليت الذي أجبر نتنياهو في السابق على تعيين وزير للإعلام وعدم التدخل في هذه الوزارة بسبب تضارب المصالح والشبهات القائمة ضده بدوره طالب رئيس تحالف كحولفان بني جانس المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفحص هذه التسجيلات واتخاذ الإجراءات المناسبة والشروع في تحقيق فوري لمحاسبة نتنياهو على هذا الانتهاك الذي وصفه بالخطير والمخزي بينما تزداد الضغوطات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قبيل الانتخابات الوشيكة رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيسعى للاستفادة من علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية ومن المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدارة الأمريكية للنشر بيان رسمي موقع باسم الرئيس ترامب يتعهد من خلاله بحماية إسرائيل بشكل كامل من أي تهديد وجودي مستقبلي ولن يكتفي نتنياهو بالعمل على الجانب الأمريكي فحسب فمن المتوقع أيضا أن يوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة القدس المحتلة في مسعى لجذب أصوات الناخبين الروس وخفض أسهم حزب إسرائيل بيتينو برئاسة أفيكدور ليبرمن الذي ينحدر من أصول روسية أظهر استطاع للرأي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية تراجع حزب الليكود رغم انسحاب حزب زيهوت من المعركة الانتخابية ما يشير إلى عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة المقبلة دون حزب إسرائيل بيتينو وبحسب الاستطلاع سيحصل حزب الليكود على 32 مقعدا وستحصل قائمة كحولفان على 31 مقعدا وستحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد فيما سيحصل حزب إسرائيل بيتينو على 9 مقاعد فقط هذا وسيحصل حزب يمين على 9 مقاعد أيضا وحزب يهدوث هاتورا على 8 مقاعد وسيحصل كل من المعسكر الديمقراطي وحزب شاس وحزب العمل جيشر على 7 مقاعد فيما لن يتجاوز حزب عدسما يهوديت نسبة الحسم قامت وحدة يؤاف الشرطية التابعة لسلطة تطوير النقب باقتحام قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف وشنت حملة اعتقالات بين الأهالي والمتضامنين ويأتي ذلك غدات عملية هدم العراقيب للمرة السابعة والخمسين بعد المئة على التوالي بالإضافة إلى مصادرة خيام الأهالي إلى خارج مسطحها قال الرئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن قرية العراقيب أحمد أبو مدغم إن التضييقات الإسرائيلية مستمرة على مدار الساعة بهدف إخلاء القرية وتهجير سكانها مؤكداً صمودهم على أرضهم رغم الظروف الحياتية الصعبة أكد الاتحاد الأوروبي بأن عمليات الهدم في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية والبناء الاستيطاني الإسرائيلي يشكل تهديداً لقابلية حل الدولتين وتقويضاً للأمال بسلام دائم وورد على لسان الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورمالة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي تغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق كعمليات الترحيل القصري والطرد والهدم ومصادرات المنازل وشدد الاتحاد على معارضته الدائمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي والإجراءات المتخذة في هذا السياق بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم مع افتتاح العام الدراسي للمجتمع العربي بعودة أكثر من خمسمائة وستة وخمسين ألف طالب عربي إلى مقاعد الدراسة تبرز الفوارق ما بين المجتمعين اليهودي والعربي حيث تعاني المؤسسات التعليمية العربية من نقص في الصفوف والحسس الدراسية فضلا عن تأثير الوضع الاقتصادي العائلات العربية هي عائلات نسبيا أكبر من ناحية عدد أفراد فيها وبالتالي هناك عائلات تعلم أكثر من ثلاثة أو أربع طلاب في المدارس ومن ناحية أخرى مستوى الدخل في الوصل العربي لا يتعدى 5200 شيكل وبالتالي هذا الدخل أو هذا المصدر لا يستطيع أن يفي بالغرض حتى على مستوى المصاريف اليومية للطلاب وبالتالي كم بالحري إذا ما تحدثنا عن فعاليات لا منهجية دراسة لا منهجية مشاركة في فعاليات مدرسية وكل هذه الأمور أكثر من 60% من الطلاب العرب يعيشون تحت خط الفقر ليس هذا فحسب بل إن الميزانية الممنوحة للطالب اليهودي تصل إلى نحو 19 ألف شيكل للطالب الواحد فيما لا تمنحه للطالب العربي بالإضافة إلى نقص بنحو 5000 غرفة تعليمية في المجتمع العربي يطالب بها منذ سنوات ما يتستثمر دولة إسرائيل ووزارة التربية التعليم في الطالب العربي في المرحلة الثانوية عمليا حوالي 16 ألف شيكل سنويا في الطالب اليهودي الرسمي التعليم الرسمي يصل إلى حوالي 27 ألف شيكل فالفارق حوالي 8000 شيكل وإذا قررناه مع المتدين اليهودي ليصل إلى حوالي 35 أو 36 ألف شيكل يعني المبلغ أو الفارق يزيد ويصل إلى حوالي 17 أو 18 ألف شيكل بالسنة لا تقتصر العنصرية الإسرائيلية على هذه الأرقام التي تعمق الفارق بين المجتمعين بل وصلت ذروتها مؤخرا بإصرار وزير التربية والتعليم على تذويت المضامين التعليمية التي تعمق دونية الطالب العربي من خلال إدراج قانون القومية بمناهج التعليم سياسات تتعمق ما تقدم السنوات وتستهدف المجتمع العربي من خلال جيله الناشئ بدأ مرشح الرئاسة في تونس الحملات الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعية لحجد ناقبنا للتصويت لهم في الانتخابات المقررات في الخامس عشر من هذا الشهر والتي تمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي وتضم القائمة النهائية للمرشحين ستة وعشرين مرشحا بينهم امرأتان ومن بين المرشحين نابيل القروي رجل الأعمال والصاحب قاناة نسمة الخاصة والمسجون حاليا حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين للاشتباه في عمليات غسل أموال والتهرب الضريبي ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم لزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومن بين المرشحين البارزين عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة وانطلاق الحملات الانتخابية القى الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد بعد أن أعلنت الشرطة يوم الاثنين عن مقتل شرطي وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في بلدة قرب الحدود الجزائرية وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة البهجي قائد السفسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس في يوليو تموز عن عمر 92 عاما وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زيني العابدين بن علي قال مسؤولون إن جرارا زراعيا ملغوما فجرته حركة طالبان مساء الاثنين قرب مجمع سكني تستخدمهم منظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابل تسبب في مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 119 آخرين ووقع التفجير أثناء إجراء الزنماري خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة وبعد هجمات كبيرة لطالبان على مدينتين في شمال البلاد في مطلع الأسبوع يزيد التفجير الذي وقع في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الشكوك حول اتفاق السلام الذي توصل إليه المفاوضون الأمريكيون ومسؤول طالبان في العاصمة القطرية وقال نصرة رحيم متحدث باسم وزارة الداخلية إن الهجوم وقع قرب مجمع القرية الخضراء السكنية في شرق كابل والذي يستخدمه موظفون أجانب منظمات دولية مثل منظمات الإغاثة وأضاف أنه تم إجلاء قرابة أربعمائة أجنبي من الموقع شديد التحصين وذكر أن قوات الأمن قتلت مسلحين كانوا يخططون لهجوم بعد الانفجار وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن الهجوم دمر غرفة ومكاتب من وصفهم بالغزاء وأضاف على تويتر أن التصريحات بوقيق السائر مدنية كاذبة لأنه لا يسمح للمدنيين بالاقتراب من المكان وقال خليل زاد الذي يقود المفاوضات الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسحب ما يقره من خمسة ألاف جندي من أفغانستان وتغلق خمسة قواعد عسكرية في مقابل ضمانات من طالبان بأن لا يستخدم المتشددون أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها لكن الاتفاق لا يشمل وقفا رسميا لإطلاق النار وتصلت الهجمات الأخيرة الضوء على الشكوك فيما إذا كان سيفضي هذا الاتفاق إلى إنهاء العنف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر